أدوار خارج السياقات القانونية ومواقف منحازة بطريقة فجة تكررت من رئيسة البعثة الدولية في العراق يونامي آخرها جاءت بالتزامن مع حادثة حصار المنطقة الخضراء من قبل مسلحين تابعين لميليشيا الحجد ونقلت صحيفة الشرق الأوسط عن مسؤول رفيع في بغداد قوله إن جيني بلاسخارت أجرت لقاءات مع مسؤولين عسكريين سبق وأن أصدروا أوامر للقيام باستعراض مسلح لإجبار الحكومة على إطلاق صراح القيادي في ميليشيا الحجد قاسم مصلح يوم السادس والعشرين من أيار الحالي وأكد المسؤول الحكومي أن لقاءة بلاسخارت الأخيرة جرت من دون تنسيق مع الحكومة تأتي هذه المعلومات بالتزامن مع مقابلة متلفزة للمسؤولة الأممية لم تنفي فيها مطالبة مسؤول في العراق بتقديم استقالته في إشارة إلى رئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي وفي العادة تمتنع بعثة الأمم المتحدة عن إصدار مواقف من الأزمات السياسية المحلية ومن المفترض أنها تحرص على عدم التورط في تعليقات ذات طابع إشكالي وتحث على حل المشكلات الداخلية بالحوار بين الأطراف المعنية لكن بلاسخارت تجاوزت هذه الخطوط لا سيما في حادثة خطيرة تهدد سمعة البلاد واستقرارها وفق المسؤول الذي أكد أن الحكومة طالبت رئيسة البعثة الأممية بتفسيرات عن السياق القانوني الذي جرت في إطاره هذه اللقاءات وفيما إذا كانت تلك الاجتماعات تؤشر أن البعثة الدولية لا ترى في اقتحام المنطقة الخضراء أي خطر يهدد السلام وسيادة البلاد وهذه ليست المرة الأولى التي تضع فيها بلاسخارت نفسها والبعثة التي ترأسها موضع تشكيك وانتقاد إذ سبق وأن اتهمها متظاهر ثورة تشرين بلعب دور ضعيف في مواجهة القمع الذي تعرضوا له وتحدث أخرون عن شبهات فساد لاتخاذها مواقف على حساب مصلحة الشعب العراقي كما كانت لقاءاتها المتكررة مع مسؤولين في الميليشيات وشخصيات دينية وسياسية محل نقد حاد وتشكيك بطبيعة الدور الذي باتت تلعبه بلاسخارت وطاقمها الذي يواصل فصول دور الأمم المتحدة السلبي في العراق ترجمة نانسي قنقر